3-300 سنة الأولى للحملة الفرنسية 1798 عندنا في القاهرة بس 307 أثر عثماني أو تركي أو تسمى هي مصري في العصر عثماني مصري في العصر العثماني دولة حكام لكن اللي بيبني مين هو المصري في أي مرحلة من المراحل اللي بيبني هو المصري حتى لو جلنا مهندس من بره زي أيام محمد علي بعد كده المهندس المباره بيبقى معروف وبيبقى الأثر اللي بناه أو المبنى اللي بناه قاصر عليه لا يتمصر ما دخلش المزاج المصري ولا الزوق المصري فيبقى كوهوق يعني دين مثلا جامع محمد علي جامع محمد علي ليست طراز مصر مع أنه في بيئة مصرية وفي القلعة المصرية قلعة صراح الدين لكنه بيعكس النموذج العثماني في العمارة المآذن اللي هي شبه الألم الرصاصي اللي هي الألم الرصاصي اللي لسه مسنون أو مبرد دلوقتي وعشان كده ما لقيش جامع محمد علي تكرر ليه لأنه لم يدخل المزاج أو الحلل المزاج المصري لو دخل المزاج المصري بيبعلي التطشاط المصرية واللمسات المصرية وبيتطور بعد كده وبيكتسب سمات مصرية هي اللي بتتطور عبر العصور وده اللي لازم نوريه للناس ونعرفه للناس قبل ما نغادر نقطة ديون لسه